اشتركوا في القناة الوراثة في الحديقة من خلال عنوان هذا الدرس ما الذي تتوقعون أن نتعلمه بمشيئة الله تعالى؟ سنتعلم اليوم توضيح الفرق بين الفرد النقي والفرد الهجين بالنسبة للصفات الوراثية استعمال مربع بانت لتوقع نتائج التزاوج التمييز بين الطرز الجينية والطرز الشكلية عدد بعض الصفات الوراثية للنباتات من الصفات الوراثية للنباتات شكل الثمار لون الأزهار حجم وشكل الأوراق طول الساق لون الثمار جميعها صفات وراثية يتم توارثها من جيل إلى جيل آخر لماذا كان مندل يزرع نباتات البازلاء؟ كان مندل يزرع نباتات البازلاء في الحديقة بهدف البحث عن الكيفية التي يتم بها انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء عند دراسة مندل لنباتات البازلاء درس مجموعة من الصفات الوراثية لهذه النباتات ما هي هذه الصفات التي درسها مندل؟ بالنسبة لنباتات البازلاء درس مندل مجموعة من الصفات الوراثية لنباتات البازلاء الصفات التي درسها مندل بعضها كان صفات سائدة وبعضها كان صفات متنحية وسوف نشرح المقصود بالصفات السائدة والصفات المتنحية في هذا الدرس من الصفات التي درسها مندل شكل البذور فكان هناك بذور ملساء وكان هناك بذور مجعدة لون البذور كان هناك من بذور البازلاء بلون أصفر وبلون أخضر لون القرون قرون خضراء وقرون صفراء شكل القرون هناك قرون منتفخة وهناك قرون مسطحة طول النبات كان هناك نبتات بازلاء طويلة الساق ونبتات بازلاء قصيرة الساق موقع الأزهار محوري أو طرفي لون الأزهار أزهار أرجوانية وأزهار بيضاء إذن هناك مجموعة من الصفات الوراثية التي قام مندل بتتبعها أثناء دراسته لنباتات البازلاء والهدف من هذه الدراسة كان يهدف إلى معرفة كيف تنتقل الصفات الوراثية من ضمن ما كان يقوم به مندل خلال دراسته لنبات البازلاء تلقيح نباتين يحملان صفتين متضادتين فمثلا نبات بيعطي بذور ملسا ونبات آخر بيعطي بذور مجعدة صفتين متضادتين عندما يقوم بعملية التلقيح يجد أن النباتات الناتجة جميعها تحمل صفة أحد الأبوين بينما الصفة الأخرى تختفي هذه النباتات الناتجة سماها نباتات هجينة ما المقصود بالصفة الوراثية الهجينة؟ عندما يحصل الفرد على جينين متقابلين مختلفين للصفة الوراثية توصف هذه الصفة الوراثية بأنها صفة هجينة لماذا توصف هذه الصفة بأنها هجينة؟ لأنه يحددها زوج من الجينات غير المتماثلة نلاحظ في نباتة البازللا شكل البذور صفة وراثية تسمى صفة هجينة بسبب اختلاف الجينات المتقابلة التي تحدد هذه الصفة فذكرنا على سبيل المثال أن مندل قام بتلقيح نباتات ملساء البذور مع نباتات مجعدة البذور فالبذور التي نتجت جميعها بذور ملساء كما ذكرنا وبالتالي هذه الصفة تعتبر صفة وراثية هجينة لأن الجينات التي تحددها الجينات المتقابلة التي تحددها ليست متماثلة مختلفة فهذا الجين بيحدد صفة البذور الملساء وهذا الجين بيحدد صفة البذور المجعدة وسبب ظهور هذه البذور ملساء ولم تظهر مجعدة يعود إلى الصفات السائدة والصفات المتنحية والتي سوف نتحدث عنها بمشيئة الله تحدثنا عن الصفة الوراثية الهجين وذكرنا أن هذه الصفات يحددها أزواج جينات غير متماثلة بالنسبة للصفة الوراثية النقية هي عكس الصفة الوراثية الهجينة فما المقصود بالصفة الوراثية النقية؟ الصفة النقية هي صفة وراثية يحملها الكائن الحي صفة اللون الأرجواني للأزهار صفة وراثية وهذه الصفة تظهر في الأجيال التالية عند حدوث تلقيح بين جيل الآباء تنتج أفراد تحمل نفس الصفة في الجيل الأول وعندما يحدث تلقيح بين أفراد الجيل الأول لتكوين الجيل الثاني تظهر هذه الصفة أيضاً في هذه الحالة نصف أن صفة اللون الأرجواني للأزهار هي صفة نقية الصفة الوراثية النقية تحددها جينات متماثلة هذا عبارة عن كروموسوم وهو مكون من عدد من الجينات وأيضاً هذا عبارة عن كروموسوم وهو مكون من عدد من الجينات إذن لدينا زوج من الكروموسومات لنتخيل أن هذا الزوج من الكروموسومات هو لنبات البازلة صفة لون البذور في نبات البازلة هذه صفة وراثية صفة لون البذور اللون الأصفر للبذور يحدده جين سائد بينما اللون الأخضر للبذور يحدده جين متنحي فماذا يحدث عندما تكون هذه الجينات المتقابلة المسؤولة عن لون البذور في البازلة أحدهما بيحدد اللون الأصفر للبذور والآخر بيحدد اللون الأخضر للبذور كيف تظهر هذه الصفة؟ هنا يظهر الجين السائد الصفة السائدة هي التي تظهر وبالتالي تكون البذور الناتجة صفراء اللون ولا تظهر هذه الصفة وبالتالي نصفها بأنها صفة متنحية يحددها جين متنحي نريد أن نوضح أكثر المقصود بالصفات الوراثية السائدة والصفات الوراثية المتنحية وكذلك الصفات الوراثية الهجينة والصفات الوراثية النقية ما عدد الكروموسومات الموجودة في خلايا هذا الطفل؟ 46 كروموسوم أي 23 زوج من الكروموسومات نصف هذا العدد من الكروموسومات يرثه من الأم والنصف الآخر يرثه من الأب هذا أحد أزواج الكروموسومات الموجودة في خلايا جسمه فهذا الكروموسوم مثلا يرثه من الأب وهذا الكروموسوم يرثه من الأم على هذا الزوج من الكروموسومات يوجد زوج من الجينات المتقابلة بيحدد صفة لون العيون فمثلا لو ورث هذا الطفل جين من أحد والديه وهو الجين السائد والذي يحدد اللون البني للعيون وورث من الأب الآخر أيضا الجين الذي يحدد اللون البني للعيون بالتالي سوف يكون لون العيون لهذا الطفل بنية اللون إذن هي صفة اللون البني كما ذكرنا صفة سائدة في هذه الحالة نقول أن صفة اللون البني للعيون عند هذا الطفل هل هي صفة نقية أم هجينة؟ هي صفة نقية لماذا؟ لأن زوج الجينات المسؤول عن تحديد صفة لون العيون متماثل ليست جينات مختلفة بغض النظر سواء كانت سائدة أو متنحية إذن صفة لون العيون عند هذا الطفل هي صفة وراثية نقية لنتخيل أن هذا الطفل ورث جين الصفة المتنحية من أحد والديه وهو اللون الأزرق للعيون وورث أيضا جين آخر أيضا الجين المتنحي الذي يحدد صفة اللون الأزرق للعيون في هذه الحالة سوف تكون عيون هذا الطفل بلون أزرق هل صفة اللون الأزرق للعيون صفة نقية أم هجينة عند هذا الطفل؟ هي صفة نقية لماذا؟ لأن زوج الجينات المتقابلة الذي يحدد صفة لون العيون متماثل لنتخيل أن الطفل هذا ورث الجين السائد المسؤول عن اللون البني للعيون من أحد والديه وورث من الوالد الآخر الجين المتنحي الذي يحدد صفة اللون الأزرق للعيون فما لون العيون لهذا الطفل بهذا التركيب الوراثي الذي أمامنا؟ سوف يكون الطفل بعيون بنية لماذا عيون بنية وليست عيون زرقاء؟ لأن صفة اللون البني للعيون صفة سائدة ويحددها جين سائد بينما صفة اللون الأزرق للعيون هي صفة متنحية بيحددها جين متنحي لا تظهر هذه الصفة المتنحية في وجود الجين السائد وبالتالي سوف يكون هذا الطفل بعيون بنية هل هذه الصفة في هذا الطفل هي صفة نقية أم هجين؟ هي صفة هجين لماذا؟ لأن الجينات المتقابلة المسؤولة عنها ليست متماثلة غير متماثلة وبالتالي هي صفة هجينة في هذا الطفل بمعنى أن لون العيون لهذا الطفل هو اللون البني ولكن في تركيب الوراثي موجود الجين المسؤول عن صفة اللون الأزرق للعيون ولكن هذه الصفة لم تظهر لأنها صفة متنحية إذن الآن أصبحنا نفرق ما بين الصفة السائدة والصفة المتنحية وما بين الصفة الهجينة والصفة النقية دور الاحتمالات في توقع الصفات لجأ مندل إلى الاحتمالات في تفسير نتائجه هذا الشكل الذي أمامنا يسمى بمربع بانت فما الفائدة من استعمال مربع بانت؟ يستعمل مربع بانت لتوقع نتائج التزاوج فهذا على سبيل المثال خلية جنسية تحتوي لجين لصفة ما وأيضاً هذا عبارة عن خلية جنسية تحتوي على جين لنفس الصفة وأيضاً خلية جنسية تحتوي على جين لصفة وراثية وأيضاً خلية جنسية أخرى تحتوي على جين يحدد صفة وراثية احتمالات التزاوج ما بين هذه الخلايا الجنسية يتم تدوينه في هذه المربعات لتوقع نتائج التزاوج الممكنة يستعمل الحرف الكبير للتعبير عن الجين السائد إذن دائماً الجين السائد بنرمز له بحرف كبير بينما الجين المتنحي نرمز له بماذا؟ بنستعمل الحرف الصغير للتعبير عن الجين المتنحي إذن الجينات المتنحية بنستخدم الأحرف الصغيرة كرموز لها بعد أن تعرفنا على أهمية مربع بنت نريد أن نتعرف على المقصود بالطرز الجينية ما المقصود بالطرز الجينية؟ هي الجينات التي تحدد صفات ومظهر الكائن الحي فعلى سبيل المثال بازل لا طويلة الساق الطرز الجيني له تي كابيتل تي كابيتل الأحرف الكبيرة تحدد الجينات السائدة نبات بازل لا قصير الساق الطرز الجيني له تي سمول تي سمول لماذا استخدمنا الأحرف الصغيرة؟ كرموز للجينات لأنها جينات متنحية تحدد صفة متنحية ألا وهي صفة الساق القصيرة عند حدوث تزاوج ما بين هذه النباتات تكون الأفراد الناتجة جميعها طويلة الساق وطرازها الجيني تي كابيتل تي سمول كما هو ظاهر أمامنا إذن هذا المقصود بالطراز الجيني الرموز التي نستخدمها لتحديد الجينات التي تحدد الصفة الوراثية الطرز الشكلية ما المقصود بالطرز الشكلية؟ الطرز الشكلية هي الصفات المظهرية للمخلوق الحي وسلوكه والناتجة عن الطرز الجينية إذن هذه عبارة عن الطرز الجينية لصفة ما وهي طول الساق الطرز الشكلية هذا النبات طراز الشكلي نبات قصير الساق النبات الآخر طراز الشكلي نبات طويل الساق الأفراد التي نتجت من عملية التزاوج فيما بينهم جميعها نباتات طويلة الساق إذن الشكل المظهري لها نباتات طويلة الساق جميع هذه النباتات ناتجة من عملية التزاوج سؤال تقويم المظهر الخارجي للصفة الوراثية يسمى الطراز الجيني الطراز الشكلي الجينات المتقابلة إذن الإجابة الصحيحة الطراز الشكلي المظهر الخارج للصفة الوراثية يسمى بالطراز الشكلي مثال على استخدام مربع بنت تم تلقيح نبات بازللا أخضر القرون غير متماثل الجينات أي هجين أي هذا طراز الجيني وي كابتل وي سمول مع نبات بازللا أخضر القرون أيضا هجين بمعنى أن طراز الجيني وي كابتل وي سمول باستعمال مربع بنت ما الطرز الجينية والطرز الشكلية للأفراد الناتجة وما نسبة ظهور نباتات بازللا تعطي قرون صفراء إذن الطراز الجيني للأبوين معطى في هذه المسألة الأب الأول طراز الجيني وي كابتل وي سمول إذن هو هجين وأيضا الأب الآخر هجين لأن الجينات غير متماثلة طبعا هذه الجينات هذا الجين في خلية جنسية وهذا الجين في خلية جنسية والجين الآخر في خلية جنسية والجين الآخر في خلية جنسية في مربع بنت احتمالات التلقيح الحاصلة ما بين هذه الخلايا الجنسية من المحتمل أن يحصل تلقيح بين هذه الخلية الجنسية وهذه الخلية الجنسية ويكون الفرد الناتج طراز الجيني Y capital Y capital وطراز الشكلي أخضر القرون من المحتمل أن يحصل تلقيح بين هذه الخلية الجنسية وهذه الخلية الجنسية بيكون الفرد الناتج فرد هجين لأنه جينات غير متماثلة والصفة السائدة تظهر لا وهي صفة القرون الخضراء من المحتمل أن يحصل تلقيح بين هذه الخلية الجنسية مع هذه الخلية الجنسية ويكون الناتج فرد طراز الجيني Y capital Y small وهو فرد هجين الصفة السائدة سوف تظهر نبات أخضر القرون من المحتمل أن يحصل تلقيح بين هذه الخلية الجنسية وهذه الخلية الجنسية ويكون الفرد الناتج Y small Y small تظهر هنا الصفة المتنحية ويكون الطراز الشكلي لهذا الفرد نبات بازلاء أصفر القرون نسبة ظهور نباتات البازلاء التي تعطي قرون صفراء بناء على النتائج التي حصلنا عليها من مربع بنت ما مقدار هذه النسبة لنباتات البازلاء التي تعطي قرون صفراء بنسبة 25% أي ربع الأفراد الناتجة سؤال تقويم تزوج رجل عيونه بنية متماثل الجينات أي نقي من فتاة عيونها زرقاء إذا علمت أن جين اللون البني للعيون يرمز له بالرمز بسائد على جين اللون الأزرق للعيون باستعمال مربع بنت أكتب الطرز الجينية للآباء والأبناء إذن الرجل متماثل الجينات أي نقي وهو يحمل الصفة السائدة إذن سوف نرمز له بأحرف كبيرة لأنها صفة نقية وصفة سائدة بينما العيون الزرقاء للأم هي صفة متنحية ونرمز لها بأحرف صغيرة بي سمول بي سمول هذه الجينات عند تكوين الخلايا الجنسية وعند حدوث الانقسام المنصف تنعزل هذه الجينات بحيث هذا الجين يكون على كروموسوم في خلية جنسية وهذا الجين موجود على كروموسوم في خلية جنسية أخرى وهذا الجين يكون على كروموسوم في خلية جنسية وأيضا الجين الآخر احتمالات التلقيح ما بين هذه الخلايا الجنسية عند حدوث تلقيح ما بين هذه الخلية الجنسية وهذه الخلية الجنسية بيكون الفرد الناتج طراز الجيني بكابتل بسمول ويكون بعيون بنية لماذا؟ لأنها هي الصفة السائدة المتنحية لا تظهر من المحتمل أن هذه الخلية الجنسية تلقح مع هذه الخلية الجنسية ويكون الفرد الناتج بي كابتل بسمول وأيضا بعيون بنية من المحتمل أن هذه الخلية الجنسية تتلقح مع هذه الخلية الجنسية ويكون عند الفرد الناتج طراز الجيني بي كابتل بسمول أيضا وبعيون بنية من المحتمل أن هذه الخلية الجنسية يتم تلقيها مع هذه الخلية الجنسية ما الطراز الجيني للفرد الناتج بي كابتل بي سمول وأيضا بعيون بنية لأنها هي الصفة السائدة إذن جميع الأفراد الناتجة تكون بعيون بنية وهي أفراد هجينة لماذا هجينة؟ ما السبب؟ لأن الجينات التي تحدد هذه الصفة غير متماثلة سؤال تقويم الجين المسؤول عن ظهور الصفة الوراثية غير النقية هو السائد المتنحي المتماثل إذن الإجابة الصحيحة هو الجين السائد هو المسؤول عن ظهور الصفة الوراثية غير النقية ما الطرز الشكلية الظاهرة في الأبناء في مربع بنت المجاور هذه الأبناء الطرز الجينية لها نصفها سائد ونصفها متنحي جميعها سائدة جميعها متنحية إذن الإجابة الصحيحة جميعها سائدة الطرز الشكلية لهذه الصفة الوراثية ظاهرة في جميع الأبناء تقويم ختامي أقرن المصطلحات والعبارات بكتابة الرقم المناسب لدينا مجموعة من المصطلحات ومجموعة من العبارات نقرنها ببعضها البعض العبارة الأولى الصفات المظهرية للمخلوق الحي وسلوكه والناتجة عن الطرز الجينية المصطلح المناسب لهذه العبارة رقم خمسة الطرز الشكلية العبارة الثانية يستعمل لتوقع نتائج التزاوج المصطلح المناسب لهذه العبارة رقم ثلاثة مربع بنت يستعمل لتوقع نتائج التزاوج العبارة الثالثة يستعمل للتعبير عن الجين المتنحي إذن رقم أربعة الأحرف الصغيرة نستعملها للتعبير عن الجينات المتنحية يمثل طراز جيني لصفة وراثية إذن رقم اثنين بي كابيتل بي سمول هذا يمثل طراز جيني لصفة وراثية إذن تعلمنا اليوم لماذا جميع النباتات في الجيل الأول بأزهار أرجوانية؟ هذا الجيل الأول جميع الأزهار هذا الجيل الأول هذا جيل الآباء حصل التلقيح فيما بينهم الأفراد الناتجة جميعها أزهار أرجوانية السبب لماذا؟ أزهار أرجوانية صفة سائدة بينما الأزهار البيضاء صفة متنحية لذلك ظهرت الأزهار أرجوانية اللون في أفراد الجيل الأول ما هو الطراز الجيني للآباء؟ الطراز الجيني للآباء نريد أن نحدد الطراز الجيني لصفة لون الأزهار لهذا الأب وللأب الآخر إذن الطراز الجيني R capital R capital هذا الطراز الجيني لهذا الفرد R small R small هذا الطراز الجيني لهذا الفرد والذي يحمل الصفة المتنحية والفرد الآخر يحمل الصفة السائدة ما هو الطراز الشكلي للآباء؟ تحدثنا عن الطراز الجيني الآن الطراز الشكلية للآباء الطراز الشكلي للآباء أحد الآباء أرجواني الأزهار هذا الطراز الشكلي والآباء الآخر طراز الشكلي أبيض الأزهار تعلمنا اليوم أيضا عن مربع بنت ما الطرز الجينية للآباء التي نتج عنها مربع بنت التالي؟ نريد أن نعرف الطرز الجينية للآباء هذا طبعا الطرز الجينية للأبناء نريد أن نعرف الطرز الجينية للآباء الطراز الجيني لأحد الآباء تي كابيتل تي كابيتل الطراز الجيني للأب الآخر هو تي سمول تي سمول نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درسنا نتمنى لكم التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا